السلام عليكم لو استخدمت الثانك صح توصل لمكان صوره مبني لبنة من ذهب ولبنة من فضة وما بينهما مسكن أدفر لو استخدمت الثانك صح توصل لمكان حصباؤه اللؤلؤ واليقول وحشيشه الزعفران لو استخدمت الثانك صح توصل لمكان لك فيه خيام الخيامة الوحدة فيه من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلة لو استخدمت الثانك صح توصل لمكان لك فيه قصور القصر الأساس بتاعه من لؤلؤ وسقفه كالبرق من شدة إضاءته لو لأن الله عز وجل أمكانك من النظر إليه ما استطعت وإلا ذهب وصله لو استخدمت لسانك صح هتوصل لمكان لك فيه خدم لكن مش زي أي خدم ده خدم شبه اللؤلؤ من شدة جماله قال تعالى ويطوف عليهم ولدان المغلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا لو استخدمت لسانك صح هتوصل لمكان هتسمع فيه السلام من الملائكة قال تعالى وقال لهم خزنتها أي الملائكة سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين سلام عليكم لو استخدمت لسانك صح هتحصل على جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمنتقين طيب إزاي استخدم لساني صح هتعرف مع بعض إن شاء الله على الكامدة في سلسلة كنوز انتظرونا شكرا السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله اشتركوا في القناة